هنسيب الكرة الطائرة ونروح لمنتخب اليد المشارك في بطولة الافريقية في تونس في خلاص يوم 16 تبدأ البطولة مباراة مهمة جدا أو بطولة مهمة جدا لها مؤهلة إلى الأولمبيات القادمة توكيو 2020 منتخب الرجال خلاص أيها جادر مصر بإذن الله يعني مع المدير الفاني الأجنبي جارسيا بروندو منتخب يضم بنسوفه أربع لعبين محمد عصام الطيار إبراهيم المصري أحمد خيري وأحمد عادل بكرة الصبح بإذن الله هيطيره إلى تونس بإذن الله المجموعة بلعب باللعب في المجموعة الأولى كينيا غينيا والكنغو الدموقراطية هنبدأ أول ماتشتنا مع كينيا يوم الخميس الساعة ثلاثة وتاني مورا مع جينيا يوم الجمعة الساعة واحدة وآخر ماتش هيكون قدام الكنغو الدموقراطية يوم الحد الساعة سبعة مساء لازم نقف مع منتخب اليد إن المنتخب اليد كان المنتخب الكرة تأهل وعايزين كمان كل منتخبات تأهل موضوع في تونس موضوع صعب جدا صعب ليه لإن فعلا هيواجهوا حاجات كثيرة جدا أول مواجهة إن كان المنتخبات كلها قاعدة في مكان والمنتخب التونسي قاعد في مكان اتحادي الفريق القرر إن كل المنتخبات تعد قاعدين برا برا الصلاة السيالة هيلعب عليها صالة رادس قاعدين براها تقيمة سبعين كيلو كل المنتخبات خلاص كان منتخب تونس قاعد في في العاصمة والستاشر منتخب البقين قاعدين في راضي قاعدين في الحمبات خلاص بكده كل المنتخبات قاعدين في مكان واحد يبقى دي اول مشكلة قابلة المنتخب المصري بداية يعني عندنا مشكلتين تحكيم افريقي دي رقم واحد رقم اتنين ضغط الجماهير الكبير اللي على البطولة دي كلنا سخف رجالتنا عندنا امل كبير ان هم يرجعوا هناك بكاس افريقيا وكمان يتأهلوا لتوكي عشرين عشرين لكن الموضوع صعب جدا لكن لازم اللعيبة تكون عارفة قبل ما تسافر ان الضغط هناك قوي جدا بالزاد بعد فوز منتخب الطائرة التونسي في مصر وتأهله الى الولمبياد فالموضوع مختلف الصحافة والاعلام اسبط قوي جدا داخل هذه البطولة لكن انا بقول من وجهة نظر ان شاء الله رجالتنا يرجعوا من هناك بازن الله معهم تذكار التأهل وكمان بازن الله البطولة الافريقية كل امنياتنا الطيبة للمنتخب المصري للكرة اليد في البطولة القوية جدا في تونس بازن الله بالعودة لنا بالبطولة الافريقية وكمان بيكون تأهل الى الولمبياد نسيب منتخب اليد ومسابقات اليد سيدات اتحاد اليد بيعدى عن مسابقات او مواعيد دوري السيدات او دوري الاخير خلاص عمره القرعة او اه حطوا الجداول للفرعة الفرعة اللي وصلت للدور الاخير الاهلي سبورتنج الطيران وسموحة والمعادي والزمالك والشمس والجزيرة الجولة الاولى هتكون بازن الله يوم واحد فبراير بازن الله الاهلي هيلعب مع المعادي والشمس والجزيرة والسموحة وسبورتنج والزمالك والطيران ابتدر المتشاط وهو دوري الاهلي حامل لقبه النادي الاهلي حامل لقب دوري العمومي السيدات لتمنى توفيق لسيدات اليد لان البطولة اخسرناها خلاص افلنا لكن عندنا بطولة مهمة اسمها دوري سيدات بازن الله يكون داخل دولايب بطولات النادي الاهلي الساني دي اشتركوا في القناة